مرحبا نكمل اليوم اخر حلقة من كتاب علي شريعتي حكينا هذه المرة كيف عمله عمر على اساس انه هو ابن واحدة عبدي كيف شعره احمر تاني واحدة انه مرته الخطاب معروف ابوه مين قلبوا سبع منها فلعبوا بالقصة لعبوا بالقصة لعبوا بالقصة لماذا تموا عليه لا يعني يمكنهم ان يبرروا اي شيء وبشكل خاص قتل المسلمين السنة والاعتداء عليهم وتحليل المحرم ها تحريم الحلال كل هذا وارد لانه في مشكلة اساسية بالخداع الخداع هون عم يحكي علي شريعتي عن هاي الشغلين الحيلة الشرعية يعني تساوي خدعة على الله يعني خداع الله سبحان الله نعم هو ممكن بسرعة وبحيث لا يشعر احد بالقضية اطلاقا الروحاني الصفوي طبعا مو الشيعي الصفوي لانه هده مذهب يعني طلع متشدد في الشيعة وهو اللي شطحه هو اللي عمل اللطم هو اللي دخله الشطحات كلها يعني ما كان هيك المذهب يعني من الشيعة العرب مش هيك حلال 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 مشكلات لا نظير له في هذا المجال انه قادر على قلب الحلال الى الحرام والحرام الى حلال بطريقة يشيب منها شعر رأسك ولكن دون ان تتمكن من تسجيل هدف في مرماه لا قانوني ولا شرعي الا ترى الان الربا الذي عده القرآن بمثابة واحد من اعداء اعداء الله سبحانه بيد ان الروحاني الصفوي تمكن من الالتفاف على الحكم الشرعي للربا بحزاقة ورشاقة بحيث يعجز اكبر خبير في الاحكام الشرعية عن تسجيل ايراد قانوني عليه بالرغم من علمه وجدانا بان القضية لا تعدوا كونها حيلة اما كيف تسنى لهم ذلك الجواب بسهولة اولا بزعم ان العمل الورقية ليست من النقدين وانتهى الامر الى ان وانتهى الامر اذ ان الربا لا يتحقق له مصداقية الا عندما يتضمن المورد مبادل للنقدين وعليه في مبادلة العملات الورقية والاوراق المالية امر جائز ولا اشكال فيه الوقوع في الاشكال الشرعي كيف؟ بمنتهى السهولة ولا يحتاج ذلك الى العبقرية هذه المرة فاذا اردت ان تستربح ما عليك الا ان تحول نيتك من الربا الى البيع المشروط تقرض صاحبك قرضا حسنا قدره مئة مئة الف تومان والعشرين بالمية اللي بدك تاخدون ومقابل العشرين الف تومان الاضافية عليك ان تبيع له مسقال من ملح الطعام انه انا لح اقرضك المصاري بس بشرط انك انت تشتري مني ملح بعشرين الف قرضتك ورجعت لي المية الف ما اخدت لا زيادة ولا نقص لكن اشترط عليك انك تشتري مني وحر البيع والشري حر هو حبيب يشتري يا اخي والسعر عاجبه فهو اجي اشترى مني كيلو ملح بعشرين الف شو تاخلكون انتو وين الربا ما في ربا مثل يقولوا نقد وتقصيد بالسعودية نقد وتقصيد كيف يعني نقد وتقصيد تقصيد شلون يعني انا بشتري سيارة بالتقصيد برجع بيعلى الشركة نفسها نقدة عرفتو شو نقدا بيع نقدا باخد المصاري حقها وبدفع لقصوطا شو بتقصوطا بتكون قصوطا بتكون قد حقها نقدا بمرة ونص بيكونوا اخدوا الربا هوني ديانوك بالفايس عملية ايه انها عملية سهلة للغاية لا يتقنها سوى الروحاني الصوفي فالرجل خبير بالحيل الشرعي وحرفته هي تلبيس الحق بالباطل وإلقاء رداء التقوى على هيكل الزور ان المهم الاولى للروحاني الصوفي تبرير اعمال جهاز الحكم الصوفي وذلك من منطلق حرصه على ادفاع طابع شرعي على الخدمات التي يقدمها المؤمنون المتشرعون لجهاز حكم غير مشروع وهو ما يفرض على الروحاني الصوفي ان يعمد الى ايداع تكتيك ابداع تكتيك لهذا الغرض يسهم في تحويل المال الحرام الى حالات وقد تمكن التكنولوجيا الحيلة الشرعية الصوفية من ابداع الطريقة المناسبة لتحقيق هذا الغرض بسرعة قياسية لا تتجاوز دقيقة او دقيقتين ولا تكلف جهدا كبيرا سوى ان يروض المرء نفسه على الاعتراف بالحقيقة حتى لو كانت خلاف الواقع فور استلام الاجر اذا انت عم تشتغل عند واحد مثلا حرامي او عند نظام فاسد او كذا انت اخذ المصاري تعرف ان هدوني حرام انت شو بتعمل فيهم تعرف ان حرام يعني متل ما المخدرات متل ما اللي حفشتوا من بيوت المسلمين كله بتعرفوا حرام ما بتفوت على بيتك لانه حرام تعتبره مجهول المصدر مجهول مجهول المالك المال مجهول المالك وين تاخده تاخده لعند الامام الامام شو بيعمل بيحطه ببيت المال هو صار حر التصرف فيه هو يدغري بيكتشف انك انت عندك بيت وعندك مره وولاد وانت بحاجة وانت كذا في بيرجع بيعطيك المبلغ بيعطيك يا شو هبة من بيت المال مساعدة من بيت المال هو منين اجا المبلغ اجا تعفيش يا قاتل واحد يا خطف واحد يا بايع مخدرات يا بايع مدرشو بس اخدتن انت حالات ماذا خلك هاي الحيلة بعد ذلك فان الاقا سوف يرى بطبيعة الحال انك انسان مسلم مستحق لديك زوجة واطفال فيقرر منحك اموال بيت المال المسلمين ما يكفي لتغطية لديك وفي هذا السياق سيقصص لك مبلغ معين ويعطيه لك بعنوان مساعدة من نفس المجلس وسوف ترى فجأة النفس مقدار الاجر الذي استلمته بالامس من جهاز الحكم الظالم يأتيك بعنوان مساعدة من الشرع جل الباري تعالى بدعة اجراءات ادارية بسيطة كفيلة بانجاز جميع هذه الافعال وردود الافعال الميكانيكية وحالة المال الحرام الى مال حلال بسرعة البرق وبفضل الكيمياء الصفوية القادرة على تحويل الراتب الذي يعطيه الظلمة الى راتب يعطيه الائمة وذلك في مسرحية كوميدي ساحرة وعبر مشهد تمثيل واحد تناوله في اليد ففينا ولك باليد والسلام ارجع الى بيتك مرتاح الضمير فلقد عملت للظلمة واستلمت اجرك من الائمة يا الله للروحاني الصفوي في الوقت نفسه فان هذا النوع من الحياة الشرعية التي تشيب منها الرؤوس باتت من السهولة بالنسبة للروحاني الصفوي بحيث اصبح بمقدوره قلب الحلال الى حرام وبالعكس طيب هذا قالنا انه زواج المتعة كمان انه شو متعني متعتك زوجني زوجتك كذا بتدفع رسم للامام انت تزوج زواج متعة وهي تزوز زواج متعة بتكون مرتك انت موجودة بس بمدينة تانية مسافر وهي جوزة بيكون بس بمدينة تانية مسافر فعني بلا اولى حجة بتتجوز الصبح بتتطلق المساء ترجع وتتجوز المساء بتتطلق الصبح لا عدية ولا شيء ولا كله شغل يعني تحليل الزنا تحليل الزنا بس بياخد الخمس بياخدهم مين بياخدهم الجسم وهذا نفس الشيء يعني وذلك على الرغم مما هو معروف عن الشرع الاسلامي المقدس من الحدي والحسم والقاطعي في التعاطي مع المخالفات القانونية والشرعية لقد بات من الطبيعي ايجاد صغرة في القانون الشرعي تتيح للفرد الالتفاف على الحكم الالهي وصنع المستحيل دون الشعور باي حرج او مشقة او معاناة لم يعد هناك مشكلة شرعية الا ولها حل عند التشيع الصفوي وقد ترسخت هذه القناعة لدى المؤمنين حتى صارت مضربا للمسل وموردا من موارد تندر يقال في هذا الصدد ان احدهم جاء الى فقيه من فقهاء التشيع الصوفي الصفوي انا بخربت فيهم وادى رسوم الطاعة والولاء وبتعبير العلام النائيني رسوم الاستبداد الديني فركع امام الفقيه وقبل يديه وعاد الققرة وما انبلغ الباب اذا به يخرج من جيبه قارورة خمر وقال للشيخ الفقيه انتم انتم الذين تحللون الحرام وتحرمون الحلال فلماذا لا تمنوا علي بتحليل هذه القارورة الصغيرة مرأنا يا شيخنا مرأنا الصفوية عملت بزكاء على توجيه كل المشاعر الانتقامي والعواطف الملتهبة للتيار الشيعي الرافض للاستبداد والتمييز وجهوها كلها شوي نحو الجبهة التركية وضد عمو أبناء الامة الاسلامية بيقصد فيها اهل الجماعة يعني السنة فمن جهة يجري العمل على رفع مقام ومنزلة الامام الى مرتبة الالوهية ويتحول الامام الذي هو وصي النبي في التشيع العلوي وهو الأطقى والأعلام الذي يتولى مهمة مواصلة قيادة المسيرة بعد النبي وهو الشخص الذي يجب أن يكون المرجع في الفهم الصحيح للقرآن والسنة يعني لإسلام بمعنى آخر يتحول هذا الامام من عبد طاهر وقائد من جنس البشر إلى موجود غير بشري شبيه بالآله الصغار الذين يحيطون بالإله الأكبر في الأساطير وفي معتقدات الأديان الوسانية ولهذا الموجود خصائص إلهية كالخالق والرزاق والمدبر والمهيمن على مصائر الناس ويتمتع بولاية تكوينية على حد ولاية الله وبغية تبديل ما هي التشيع الأحمر يعني بأسطة تشيع السوري العادي وذلك لونه إلى التشيع أسود يقصد به لون الموت الذي ارتدده الصفوية بحجة العزاء ومن أجل أن يتخذوا من الولاية سنداً قوياً مقدساً للخلافة وسيفاً قاطعاً بيد القليفة ومن عاشراء أفيوناً مخدراً للإيرانيين ومادة لتأليبهم على العثمانيين الشيعي يفضل هذا الإكسير الكيميائي بفضل هذا الإكسير الكيميائي يستغرق الوقت ليلة نهار في إنشاد الشعر وكتابة النسر في مدح الأئمة والسناء عليهم والإشادة بخصائرهم ونقل مناقبهم وقراماتهم وأفعالهم الخارقة للعادي والخصوصيات الغيبية والمعجزات التي ظهرت على أيديهم قبل الخلق وبعدها وقبل الولادة وأثناءها وعند الموت وفي القبر وفي عالم الرؤية والمنام واليقظة والانتباه لكن هذا الشيعي لا ينبغي له تحت تأثير مفعول هذا الإكسير المقدر أن يتطرق لذكر حديث تربوي عن الأئمة يوضح طريقة عيشهم ومنهجهم في التفاق ما بيأخذوا شو قالوا وشو عمدوا وشو كذا بس بيقدسوهم وبينجدوهم لهم فقد استطاعت بترو كيمياء الاستحمار الصفوي أن تنتج معجونا غريب الأطوار مركبا من العناصر السلاسي التصوف الإسلامي طبع الشطح يعني والقومية الإيرانية والسلطن الصفوي واجتمعت بها الأضاد والنقائد رغم استحالة ذلك عقليا فلقد تحقق عمليا وجرى الاختبار بنجاح في مجتمعنا الديني على مدى سلاسة قرون حتى اعتاد الناس عليه وهكذا نجد أن كل إيراني لابد أن يكون سمع أو يسمع مئات أو آلاف المرات بأن الإمام الجواد يدخل الغرفة وبابها مغلق وأن أي من هؤلاء لم يحفظ حديثا واحدا عن هذا الإمام ولم يحدثوا أحد بشيء حول الأنشطة التي كان يزاولها الإمام في سياق رفضه للنظام الخلافي الجميع يبقون في كل عام بمناسبة استشهاد الإمام الجواد لكن أحدا لا يعرف لماذا استشهد هذا الإمام ننتقل لفكرة تانية إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هوني كيف يفسروا هوني؟ يعملونه باطن للقرآن أنا أجب لكم مثال أنا أحب أن أجب لكم مثال المقصود بالأمانة شو هي؟ المقصود هو ولاية محمد يعني اللي بدون يتولوا بعد محمد هيد الأمانة وقال محمد تكوينا وتشريعا وقد روى المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام أن الله خلق الأرواح قبل خلق الأجساد بألف أي عام ومن ثم عرض ولاية أهل البيت على السماوات والأرض وقال من الذي يدعي القدرة على حمل هذه الأمانة؟ فتخلى عن حملها السماوات والأرض وتخوفوا من حمل هذه الأمانة السقيلة وكان آدم وحواء في الجنة فوقع نظرهم فجأة على مقام المعصومين المعصومين الأربعة عشر فسألوا لمن هذا المقام؟ فجاءهم الجواب من الجليل بأن هذا المقام لمحمد وفاطم والحسين والأم إلى المهدي عجل الله فرجه عجل بقوله موصل ولولا هؤلاء لما خلقتم وحزار أن تنظروا إليهم بعين الحسد وتتذمنيا المقام الذي أعطاه الله إليهم لكن الشيطان وسوس لهما فتمنيا مقام الولاي المطلقة الكلي وعندما أرادت توبة أمرهم الله سبحانه بأن توسلا إليه بتلك الأنوار المقدسة ففعلا لطالع من المقام ففعلا وتاب عليهما وكثيرا ما لجأ الأنبياء إلى التوسل إلى الله بأهل البيت لتقضي ليقضوا بها حوائجهم في الدنيا والآخرة كما ورد بشأن توبة آدم ونجاة نوح من الغرق وإبراهيم من النار وموسى من فرعون ويوسف من السجن ويعقوب من فراق يوسف وزكريا في طلب الولد ويونس في الخروج من قعر البحر حيث تمسك هؤلاء بشفاعة أهل البيت عليه السلام وربما استشفع هؤلاء الأنبياء بأولي العزم فلم يستجب الله لهم دعاهم وتصصاعد لغة الاستهان بالأنبياء إلى أن يذكر مؤلف كتاب جواهر الولاي لحن نورد منه كذا رواي هذه الرواي فيها أن النبي يوسف شعر بأن زنوبه لا تؤهله لمواجهة ربه بالدعاء فلجأ إلى الدعاء بهذه الطريقة عليا إن كان أبوك آدم خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وأسكنته جنتي وأمرته ألا يقرب شجرة منها فعصاني وسألني فتبت عليه وإن كان أبوك نوح انتجبته من بين خلقي وجعلته رسولا إليهم فلما عصوني دعاني استجبت له وأغرقتهم وأنجبتهم ومن معه في الفلك وإن كان أبوك إبراهيم اتخذته خليلا وأنجيته من النار وجعلته بردا وسلاما وإن كان أبوك يعقوب وهبت له إثنى عشر ولدا فغيب عنه واحدا فما زال يبكي حتى ذهب بصره وقعد على الطريق يشكوني فأي حق لآبائك علي توضيح المقصود الأصلي من الخلق في هذا النص هو الأنوار القدسية للمعصومين الأربع عشر والتي انفصلت عن الأنوار الإلهي قبل خلق السماوات والأرض من أجل أن تكون وسيلة لتتوسل بهم جميع الموجودات من الأنبياء وغيرهم بالله سبحانه وتعالى تفسير قرآني معنى قوله تعالى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هو أن الكافر يرى يوم القيام السواب والكرام التي يحظى بها شيعة علي فيتمنى لو كانت ترابا وذلك لأن كنية علي هي أبو تراب وهو الذي بيده سبات الأرض وسكونها هذه بالجوهرة 266 من كتاب الجواهر النتيجة من المشهور عن أحد العلماء الكبار وهو المقدس الأردبيلي رضي الله عنه راه هوني أن أحدهم رآه في المنام بحلة بهية في المرقض الطاهر لأمير المؤمنين عليه عليه السلام فقضي الله عنه عين شو يعني عجل الله فرجاء فسأله عن أوضاع ذلك العالم فأجابه بقول إن أعمال وعبادات هذه النشأة الدنيا لا تنفع صاحبها كثيرا وإنه لم ينتفع إلا بمحبة صاحب هذا القبر وأشار إلى ضريح أمير المؤمنين يعني بتحب الأبر وشو ما بدك بتساوي كل هداك ما لوقيني هون يعيش ننتقل لشغلة تانية للعادات اللطن ومننتهي آخر شيء بالشرق في الله نصرانية الغرب والتشيع الصفوي الإفرنجي في كربلاء من القضايا الواضحة وجود ارتباط بين الصفوي والمسيحي حيث تضامن الإسنان لمواجهة الإمبراطورية الإسلامية العزمة التي كان لها حضور فاعل على الصعيد الدولي إبان الحكم العثماني وشكلت قطرا جديا على أوروبا وقد وجد رجالات تشيع الصفوي أنه لا بد من توفير غطاء شرعي لهذا التضامن السياسي فعملوا على تقريب التشيع من المسيحية وفي هذا الإطار عمد الشاه الصفوي إلى استرضاء المسيحيين من خلال دعوتهم للهجرة إلى إيران وقد شيد لمسيحي جلفة مدينة مستقلة قرب العاصمة وأخذ يتودد إليهم ويصدر بيانات وبلاغات رسمية يعلم فيها عن تمتعهم بحماية أم وحرية كاملة في مرض تقوصهم الدينية ومن جهة سعى رجل الدين الصفوي إلى تجميل صورة بعض الشخصيات المسيحية وإقحامها في المشاهد التمثيلية التي تقام إحياءا لذكرى عشوراء من ذلك أن رجلا كرواتيا يحطر أحد هذه المشاهد فيتأثر بالمناخ الحزين فيقتحم المكان ببدلته الأنيقة ونظراته ويهاجم معسكر يزيد وأنصاره ويواسي الحاضرين بأجمل مواساة بحيث ما أن يراه الناظر حتى يتيقن بأن كلب هذا المسيح الإفرنجي أطهر من السنة الذين قتلوا الحسين عليه السلام ولا شك أن مخرج المسرحية المشهد المسرحي لا يريده غير ذلك تتضمن مراسم العزاء المسيحي تمثيل حياة شهداء الحركة المسيحية الأوائل وإظهار مظلوميتهم وطريقة قتلهم بواسطة حكام الجور والشرك وقياصر التروم وقواد جيشهم وكذلك التطرق لسيرة الحواريين ومأساة مريم وبيام فضائلها وكراماتها ومعاناتها والأهم من ذلك التجسيد مأساة عيسى المسيح وألوان التعذيب الذي لقاه سواء من قومه اليهود أو من الحكام الظلم القياصرة كل ذلك تحت عنوان المصائب وهو مصطلح يطلق على مجموعة هذه المراسيم التي اقتبسها الصفويون وأدخلوها إلى التاريخ الشيعي لتصبح جزءا من الهوية الشيعية وتستخدم في تجسيد المصائب التي تعرض لها أهل البيت والزهراء والإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه جدير ذكره أن مراسيم اللطم والزنجيل والتطبير وحمل الأقفال ما زالت تمارس سنويا في ذكرى استشهاد المسيح في منطقة لوردر وعلى الرغم من أن هذه المراسيم دخيلة على المذهب الشيعي وتعتبر مرفوضة من وجهة نظر إسلامي ولم تحظى بتأييد العلماء الحقيقيين بل أن كثيرا منهم عرضوها صراحة لأنها لا تنسجم مع موازين الشرع مع ذلك فإنها ما زالت تمارس على قدم وساق منذ قرنين أو سلاسي مما يسير الشكوك أكثر حول منشائها ومصدر الترويج لها ويؤكد أن هذه المراسيم تجري بإرادة سياسية لدني وهذا هو السبب في ازدهارها وانتشارها على الرغم من مخالفة العلماء لها وقد بلغت هذه المراسيم من القوة والرسوخ بحيث أن كثير من العلماء الحق لا يتجرؤون على إعلان رفضهم لها ويلجأون إلى التقية في هذا المجال وتجد الإشارة إلى أن الكثير من المباشرين لهذه العمال يدركون جيدا موقف العلماء الحقيقيين منها ولكنهم يقنعون أنفسهم بهذه العمال خارج عن نطاق الشريعة وداخلي في نطاق الحب الذي لا يلتزم كثيرا بالقيود والضوابط حتى قبل أن أحدهم واجه أحد العلماء بالقول إننا نصغي إلى أقوالكم 11 شهرا في السنة وعليكم في هذا الشهر يعني محرام أن تصغوا أنتم إلى أقوالنا وقد اخترعوا من أنفسهم أسطوانات جديدة يكررونها لإقناع بل خداع أنفسهم قبل غيرهم فيقولون مثلا أن هذا العمل لا يندرج تحت قائمة المستحب والمكروه أو الحلال والحرام إنه جنون حب علي والحسين حب عاشراء أغلت دماءنا ووددنا لو نحرق أنفسنا بأيدينا إن حساب الحسين غير حساب الله والدين والأحكام الشرعية ولو أن الله سبحانه وتعالى ألقان في جهنم عقوبة على حب الحسين فما أشوقنا إلى نار جهنم إلى غير ذلك من الجمل والعبارات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على فقر أصحابها منطقيا وعدم تلاكهم الحجر الشرعية تبرير أفعالهم غير من المسجم مع المعايير الدينية والإسلامية الشيعية هنا قد وطأنا الشرك والكفر بعد الجنون والشطح والتحريف وتبرير كل شيء فهل سيتبع أهل الدمشق وهي وبدول سيتبعهم أهل دمشق وبدول بادية يعني هذا الكلام يعني حسن السشوار وشو اسمه وسعيد البنة وهذا الشلتوت الشلتوت يعني كيف أفتيت أنت بي هذا أنه يجوز التعبد فيه يعني ما فهم دائما كيف أفتيت بهذا أيها الشلتوت ويا حسن البنة ويا يحيى السشوار ويا أما يا علماء دمشقو والإسماعيل هنية ومدرمية كيف أفتيت بهذا هذا معقول يعني خلينا شيعية أحسن بلاها إذا الدين هيك بلاها بالمرة يعني إذا تكبرر تؤتل الناس وتزني تؤتل وتبيع مقدرات لا هذا شو دين لا داعش وطن الخبر داعش بدال عدة شي يعني أما أنتو ملا شي لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا علي شريعتي أتلوه أتلوه لأنه بفهم يطبع أتلوه لأنه بفهم أتلوه لأنه بفهم أتلوه لأنه بفهم أتلوه لأنه بفهم